اشتركوا في القناة القاعدة بس تا اقدر وصل الفكرة متل ما لازم موصلة والموضوع مهم بس اذا انا ما بحكي موضوع مش مهم اللي بدي احكي عنه اليوم او احكي فيه اليوم هو موضوع التحضير للزواج ولأول وهلة بس اقول تحضير للزواج او عالقليل اللي بسمعوا من الخطاب او المزوجين جديد التحضير للزواج هو حضور محاضرات كم محاضرة بكم موضوع قبل الزواج بثلاثة اربعة شهر مرت قبل بشهرين ومرات اذا صار في خطيفة بصيروا تغرب يومين ثلاثة او بيوم بيجوا بيعملولهم تحضير بمعنى رفع العتب بيقول الخادم او يعني المركز التحضير للزواج اللي بدو يحضر الخطاب للزواج انه احكيناكم وقلنا لكم ايه بس انه شو بدو يتغير حتى قبل اربعة شهر او حتى قبل بسنة شو بدو يتغير اذا عملوا الخطاب تحضير للزواج بمركز التحضير انا مش عم بقول انه مش مهم كتير مهم اه انه يعملوا هيك محاضرات الاصحاب الاختصاص بيدلوا الخطاب على معنى الزواج عاشي اشي اللي زم يفهموها بيدربوهن او بيلفتولون نظرون وهيك بثلاث اربع موضوع يعني فعلا انه شو بدون يقدروا بمركز التحضير للزواج يحضروا الخطاب على القليل يكون في 60 موضوع بس كم موضوع بيتحضروا عليه الموضوع اذا بدنا نقول اساسية بيكونوا عم بيشتغلوا فيه مع الخطاب هلا لما سألت عدة مرات مراكز التحضير للزواج او خطاب استفدتوا فيه ناس بقول لك ايه استفدنا فيه في شغلات انا ما كنت بعرفها اه فيه حتى خبروني انه فيه خطاب فكسوا خطبتهم وزواجهم لانه اكتشفوا انه هن راحين باتجاه والزواج باتجاه وفيه ناس اه حضروا لان لازم يحضروا فيه افادة بياخدوها بالاخر ومشي الحال وقطعت يعني هالتلات اصناف من الناس اكيد بنلاقيهم بكل مشروع بكل قضية فيها هالتلات فئات انما اه باكتشف مع الوقت من خلال تعامل مع اه المزوجين خصوصي مزوجين جديد يمكن سنة او سنتين ولما صار عندهم ولاد وحتى مزوجين قديما يعني من عشر وخمسة عشر سنة بيكونوا مزوجين وطرق عليهم مشاكل عم باكتشف وعملت احصى لنوع من التحضير لازم يكون عند الخطاب من قبل دورة التحضير للزواج بالمراكز التحضير للزواج وبترجع لسنين طويلة قبل الزواج حتى مازا قصدتوا به في اكتر من موضوع ضروري كل شاب وكل صبية يكون عندهم الخبرة بالحد الادنى فيه لا هلا بتقول له انت عم بتسبق وعم عم بتكون اه متشائم لا يعني اه انتو معرفتش عشو عم بتكون متشائم لا انا مش متشائم بس فيه موضيع مهمة يكون عندهم ثقافة فيها الصبية والشاب متل مثلا ادمان المخدرات او اسباب ادمان مش ادمان المخدرات ادمان لانه نتيجة بده يكون كل شاب وكل صبية بيعرف اسباب ادمان المخدرات اسباب يعني اللي اليوم هو ضارب العالم يعني واللي هو الهوية الجندرية وهيدي واحدة منهم اسباب الانتشار الايدز اسباب اه اللي بتخلي انه شاب وصبية ما يكملوا مع بعضهم شو السبب هاو اللي هلا اجوا ببالي وهو من ضمن شي من قلو سقافة كل شاب وكل صبية يعني متل ما الواحد بيتعلم كيف يحافظ على صحته على القليلة ازا كان انت ما يصير عنده سكري او ما يصير عنده ضغط او يعمل سبور كمان كل حدا كل شاب وكل صبية بيحتاجوا ياخدوا معرفة عن مثلا اسباب ادمان المخدرات لانه كل مرة بتلاقى باشخاص عندهم مشكلة من هالنوع قد ما احكيهم احكي عن الاسباب هني ما بيكونوا شايفين الا النتايج النتايج يعني ابن عم بتعاطى بنتنا عم بتعاطى بنشوف كيف نخليها توقف ما مش هيك الحل ما فينا نروح عن النتايج ما فينا نعالج النتايج بزا نعالج الاسباب لوحدة بتسقط وبتنتفي النتايج وهيك بكل هالدورة اه يعني اه فيه كتير مشاكل اه بيواجهوا الاهل مع ولادن اه وما بيعرفوا يحلوا لانه مثل هيك موضيع بدلة تبوي يعني هيك مش واضحة وما منحكي فيها مثل واحد عم بيتشائم وكأنه عم بيحضر حيل وسلف لهالمشكلة لا مش صحيح الادمان وخدرات منو حتمة المثلية الجنسية منو حتمية الجنس التجارة منو حتمة اه يعني الهوية الجندرية منو شي حتمة هاو دي كلن نتايج فكل شاب وكل صبية كتير مهم ما يحتفو هالموضوع ما يخلوه بعيد يعرفو شو سبب كل شغلة من هاو هلأ هول اجو ببالي بس بعد في كتير موضيع كتير مهم انو الواحد يعمل سقافي فيها مثلا الحب يعمل سقافة الحب يعني الصبية بدأت تتعلم سقافة الحب قبل ما تحب لانو مرات كتير وعند اغلبية الصبايا والشباب الحب هو تعويض عن ناقص وهذا شي مش صح مش الحب منو تعويض عن ناقص عندي لانو انا امي وباي ما بيحبوني بقون بحب شابتة يكون في حدا بيحبني مش صحيح بدنا نعمل سقافة الحب بدنا نعمل سقافة الامومة كيف بتكون الصبية ام سقافة الابوة كيف الشاب يكون باي وهو صحيح في شي بيخلق من بعد ما الشاب وصبية يتكللوا بيصيروا اباء امهات بس مش ضروري انو يكونوا بيعرفوا صح بيصير عنده احساس بابنه وبنته عنده احساس بابنة بنتا وابنة انو هاو دي ولادة وبيدافعوا عنهم حتى الموت بس ما في موضوع التربية شو حاجات ولادنا مننا بدنا نكون نعرفها بدي يكون عندنا سقافة نعرف نعطي الحاجات الاساسية لولادنا تما يطلع عنده النقص بالاخر يصيروا يشحدوا طي يعودوا عن هالنقص بلما ياخدوا مني انا كباي ومني انا كام بيصيروا يشحدوا من هون ومن هون فضروري ضروري وهي اللي عم بيكتشفوا عم بيختبروا انو ضروري نعمل سقافة يعني يكون عندنا فكرة متل قبل بمرة حكينا عن سقافة الحياة الجديدة يعني او سقافة الموت كيف بتعامل مع الموت ما كيف بدي اعرف اتعمل مع الموت وما انكسر وما انعطب اذا ولا مرة فكرتوا تجنبت احكي عن الموت بحياتي وبعتبروا شي سلبة لكن النتائج معروفة سلف اذا انا ما بعرف اتعمل ما حدث الموت وهي كمان بطل بيكون ابني تبين ان هو عنده انحراف بحياته بمليون عمليون صعيد طيب انا سلف بدي اعرف من هيك انا بقلكن لما بواجه عائلة او سنائة عندهم مشاكل بتطر ارجع اعمل يعني متل محاضرات متل متل تسقيف بالنقاط يلي هني بيفتقلوا بحياتهم وسببت لهم مشاكل فعلا خاصة عصاعد الازواج لما بيكون متعسر حياتهم بين بعضهم وبصير كل واحد ما اعتبر التاني كامل وبصير يحتاج ليش عم بيعمل نهايك ولاش ايلهايك ولكن ما حدا بيجي عالزواج كامل متل حالة مشروع انا ما بيجي عالكهنوت كامل بس عندي الرغبة باني يكون كاهن متع حسب قلبي يسوع وبشتغل عحالي بس انا اكيد قبل بعرف شو الكهنوت بعرف شو متطلبات الكهنوت نفس الشيء متل الطبيب بيكون محضر حاله سلف لوقت اللي بيصير عنده كتير مرضى بده يطببهن انه مش رح ينام انه مش رح يرتاح انه مش رح يقدر يعيش مع عائلته هذا التحضير جزء مهم من الاساس واذا كان عقلي شغال ما فيني طنش وما فيني اتجاهل لانه بس ينعطب الحدا اذا الولد انعطب او الرجل انعطب او المرأة انعطبت كيف ده تتصلح بيصير فيه صعوبة ومش بسهولة بيقدر لوحد يرجع يطلع من الجورة اللي غير اقفية بسبب جهله بسبب عدم معرفته بسبب عدم تحضير حاله لشيء لا مجرد انا هلأ من يعيش مشكلة مش معنات انه بعدين مش رح وتوجهني مشكلة ومش مش هدا تشاؤم منه تشاؤم بالعكس استراتيجية صحيحة ومخطط صحيح بحياتي اعرف اتعامل مع الظروف يعني انا مبارح اه زحطت السيارة معي كان في كان في شتي وزحطت ولا مرة كنت مفكر ازا صارت هاي الشغلة شو بدي اعمل لا هدا غلط مني اني اعرف اتصرف بهيك ظرف فكان بالحرق ازا كانت مشاكل بتصيب عم الشخص يعني عم الزوج عم الزوجة وعم اه حياة الولاد هيدا اه اختباري ونصيحتي من كل اللي عم بيشوفو عم بيسمعو وعقلبي كتير انه تساعدوا ولادكن يعملوا سقافة ازا انتم ما صار لكم على القليل يتشجعوا ولادكن يعملوا سقافة ومعرفة بكل التحديات يلي بتواجه حياتهم بدون ما نكون متشائمين بدون ما يكونوا متشائمين بالعكس حب المعرفة والسقافة بتخليون يعرفوا يمتصوا صدمات وما ينعطبوا وما ينهزموا اشتركوا في القناة